زهر اللوز المجنون بفتح بكانون مقولة يعرفها المزارعون ما نشهده اليوم يشبه تلك المقولة فبعيد كانون بقليل بدأت تتفتح براعم شجر اللوز والكرز في البقاع وتخوف المزارعون من موجات برد أو تساقط ثلوج في شهري آذار ونيسان تؤذي هذه البراعم وتضرب مواسمهم الطقس الدفي ببداية شباط تصار في درجة حرارة مرتفعة وكما يصار في احتباس للمطر وانطلقت كل البراعم وكل الأزهار وخاصة اللوز صحيح أن أرقام الهطولات المطرية في جميع المناطق اللبنانية تجاوزت المعدلات العامة إلا أن المزارعين يتخوفون من انحباس مبكر للأمطار الضرورية خلال شهري آذار ونيسان خصوصا في ضوء التغيرات المناخية التي نشهدها عم نلاحظ خاصة أنه فيه فرقات بالحرارة بين يوم وآخر بيكون برد تاني يوم بيسير في حر عم نرى الصيف خلال عدة أيام بغير وقته حتى فرقات الحرارة بين الصبح بين النهار والليل عم تكون واضحة هذه كلها بتدخل ضمن إطار المناخ الغير اعتيادي وتضخم العوية المناخية اللي هي ناجمية عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي الارتفاع في درجات الحرارة أطلق باكرا النشاط الزراعي في سهل البقاع حيث تكثفت في هذه الفترة أعمال المزارعين فمنهم من بدأ بحراثة الأرض ونكشها ومنهم من باشر بالتعشيب ورش الأسمدة اشتركوا في القناة